السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين لا إله إلا الله هو قوله بيدل على التوحيد وإن أي حد شافه في رؤية في المنام فهيكون معناه إيه ولكن هنتكلم النهاردة عن الرأي يشوف أنه هو اللي بيقول لا إله إلا الله داخل الرؤية وهنقول بقى اللي يشوف رؤية في المنام أنه هو بيقول قوله الله لا إله إلا الله في الرؤية وكان الرأي في الواقع إنسان طقي بيخاف ربنا فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على انه في الواقع حينما يتوفاه الله سبحانه وتعالى وبعد الشر طبعا عن اي حد فهينطأ الشهادة وانه هيتوفى عليها وان شاء الله يكون من اهل الجنة وكمان هنقول ان رؤية قول لا اله الا الله في المنام اي حد بقى بيقولها هتكون دلالة للرأي على قرب الفرج وزوال الهم وديق اللي هو عايش فيها في الواقع وكمان ان اي حد يشوف ان هو بيقول لا اله الا الله في المنام دلالة للرأي على النجاح من اي شر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله